السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي حضراتكم عامل ايه كل سنة وان طيبين رمضان على ابواب خلاص قرب من ضمن تجهيزات رمضان وتفريزات بتاعة رمضان احيانا من جيلنا فراغ كبيرة وبنحب نقطع على الصدور بني هوريكم النهاردة ازاي نقدر نعمل بني في البيت ده كل سهولة وبطريقة سهلة جدا اهم حاجة بالنسبة لكا ست بيت شان تقطع بني صح حطيه في الفريزر لمدة ربع ساعة بحيس ان اللحمة بتاعته تشد شوية هنا السدري بتكون عندي من فصين والمفروض انه تحت هنا في الجزء بتاع الفلتو بس للاسف بتاع الفراخ بوازه هو بيقطع اول حاجة هنفصل الفصين عن بعضهم كده هنخلي كل فصل واحده منفصل على التاني الطريقة دي بيحاول اعلم بها البنات السواري لسه اللي بتعلم مطبخ يعني طريقة التعطيع البني او ستات البيوت اللي بيتربي بفايخ في البيت عندها ممكن تهرب برضو الطريقة تستفد منها كل مكان دو بيكون فيه قطع الفليل تاعت الاسترابس الفراخ الجميلة اللي احنا بنحبها نعملها سندوشاك رزبي بس للاسف هو بيقطع الفراخ بوازها هتعدالي السدري بتاع الفرخة وصادق كده بالزبط وبكف ايلك هتضغطي كويس جدا من فوق والسكينة بتاعتك لازم تكون حمية وهنمشي كده بالراحة على السدري حد من قطع قطع البني انا بيحب قطع البنية تكون تخينة شوية او محملة ان الرفيعة تمالي بتنشف وتتحرق منك ونتي بالحمرية شايفين القطع طالع عاملة ازاي معانا جميلة جدا ومزبطة اهم حاجة احنا بنقطع تكون السكينة بتاعاتنا حمية جدا ويدك تكون سندة كويس جدا على الفراخ من فوق ما تكونش سندة تكون ضغطة كويس ما خدتش بالي وانا بقطع واستخدمت السكينة القصيرة كان مفرد استخدم السكينة الاطول من كده شوية عشان تطول الجزء العريب من السدر بس عادي احنا ممكن نسلكها في الاخر خالص قطعة بصطلع عاملت ازاي ولو حابيني نعمل كردون بلو لو عندك المدائي بتاع الفراخ او ممكن باي حاجة تقيلة وندوق عليها بالطرقة ديا هتتفرد معاك ويبقى عندك احلى كردون بلو قبل كده عملت معاكو برضو تقطيع الولايك عملت الحمام الكذاب ووردكو الفراخة كلها بتتقطع ازاي التسع قطعة الفيديوهات موجودة ممكن نرجع لها بعضها ونعمل شاور من الفراخ طحفة وممكن كمان فكر تانية الصدر دو ونقطع نصين ونقطع بقى كده مكعبات صغيرة ونعمل احلى شيش طوك اهم حاجة وانت بتقطع البني خلي الجزء دو ان البيضاوي ده يكون ديك الفوق لان هو لو كان تحت مش تعرفت يتملك فيها لو وصلت للجزء دو فانت كده صديقي وحبيبي مننساش بقى تعمل لي لايك وتكتب لي كومينت جميل منك ولو انت مش مشترك عندي عندك تحت الزرارة نور احمر دوس عليه شان بقى اصدقاء لو حسيت ان السكينة بتاعتك بيردت ونتي شغالة بسيطة جدا هجيبي المسان بتاعك ووريكو قبل كده زي نسان السكينة سهلة جدا من فوق لتحت لكن مش من الجنب هنجيب جدا من فوق لحد تحت سهلة جدا ونبتل نقطع تضع بانية بتاعاتنا تاني ولا كأن حاجة حصلت معنا طول ما احنا بنعمل الحاجة بحب هتلاقي كل حاجة سهلة معاكي ومفيش حاجة صعبة ابدا انا هشيل الجزء الصغير اللي فوق دوا واقطع معاكو قطايا رفايعة اواريكو القطايا رفايعة عاملة ازاي بامشي باقي لحد ما حسن السكينة بلمس الجوانت بتاعي وانا كنت خايف الجوانت كمان اتقطع ما كنتش هكمل الحلقة معاكو بس استرقات سهلة وبسيطة هقطع بس الجزء الرفايع دوا نبتلكو نعيز السكينة اطول من كده سدر البنيه ده كان وزنه حوالي ستة مئة خمسين جرام بس انتوا واخدين بالكو رمى كمية البنية دي بتياري كده في البيت اسرع وانضف واحسن انا بعد كده هجيب كيس وحط فيه بعد ما هتباله هتباله بصلايا وملح وفلفل واصرة لمون وكده هنتباله في البيت اسرع واحسن وانضف انتوا شايفين الكمية اللي عندنا دي احنا ممكن نقسمها على كسين او تلت كياس حسب احتاجات الاسرة بتاعتك وعرض الاسرة اللي موجودة عندك لكن بجد انتوا وحشتوني شان كده عملت الفيديو ده النهاردة انا بقالي فترة ما صورتش ومتنسونيش في لايك واشتراك جميل منكم وكومنتابكم الحلوة وبكده اقولي طريقة النهاردة او وصفة النهاردة خلصت سلام عليكم